طيب قل لي وانت عشقك كاميرا صورة كادر شايف التصوير دلوقتي واهميته في الصحافة بيتلاشة بعد ما كلنا بقنا نصور وبنشتري الموبايل عشان بقى الموبايل كاميرا ويلا ناخد سيلفي وبتطلع صور غريبة وبقت هي البطل على السوشيال ميديا احساسك كمتة بالصورة تغير الاحساس بالصورة متغيرش بس الاداة بتاعت الصورة بتتغير لكن دلوقتي هي احنا ايه يعني زي ما بنقول ده في وضع كريتيكال شوية حساس شوية ليه بقى لانه التصوير زمان كان حاجة متخصصة للناس اللي بيحبوا او اللي بيمتهنوا او اللي بيعشقوا يعني هواية يعني دلوقتي بقى لتصوير مباح ومتاح لكل الناس عشان الموبايل ايه ده حلو ده سبب انتشار للثقافة للصورة نفسها نعم انما على النقيد من ده هي فكرة بقى تقييم الصورة دي وتأثيرها هو ده اللي ايه نقدر نقول فيه محاذير لانه السوشيال ميديا دلوقتي بقت هي المهيمنة وهي الطغية وهي المرجع يعني وانا بشتغل على التلفزيون حد ببعث لي صورة نصورها انا باخدها في الصحافة اعتقد الزملاء برضو بقوا يلجوا الى مثل هذه الاشياء للأسف يا فكرة الصورة التي توسط حدث الان وليست الصورة التي تنقل معنا يعني بمعنى انا بثبت الحدث بالصورة لكن مش بخلي الصورة تتكلم عن حكاية او حدوتة ده بقى منتشر يعني ده 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 اللوب بالمسألة لانه التصوير الصحفي عموما هو ستوري تيلينج هو حكي زي ما حالك بتقولي كده وبعدين نفرق ما بين مصور صحفي ده مهنته ده متخصص في ده فعنده ايه عنده محاذير عنده كود اخلاقي بيحكمه فيه اه وفيه لا لكن اللي احنا بنطلق عليهم مجازا مجازا يعني السريت جورناليزم اللي بيصوروا بالموبايل وبقى كله بيلجأ ليه حتى مش بس المحطات الفضايا ده اللي كانت اللي بقى الوقت بقى تاخد ده هنا نقدر نقول كذا علامة استفهام دي صحة ولا لا دي تحمل ايدولوجية ولا دي بتعرض وجهات النظر بحيارية او بلاش بموضوعية انت تعتقد ان الدنيا قيمة دلوقتي خصوصا لان كله عايز ياخد السبق يعني هل اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي في لغة الاعلام الحديث اللي بيدور على السبق ايا كانت المقاييس يعني ليها قيمة مزالة المبادئ الخاصة بالتصوير والمحذير اللي حضرتك كبير طبعا ليها قيمة ليه لانه الفايصل في النهاية احنا علشان نبقى مؤثرين لازم يبقى فيه مصداقية لقلب بيه يعني والمصداقية ما بجيش غير بالالتزام فالملتزم هو اللي حيستمر انما التانيين دول زي ايه غثاء كده يعني يجو يروح يطلع على السطح الشوار يختفى دي بقى مشاكل السوشيال ميديا لانه فين المرجعية في السوشيال ميديا انا بشوف صور في السوشيال محطوطة انا مقدرش اقول لها صورة يعني انا مجازنا دلوقتي بس عشان اقرب الفكرة لكن مقدرش اقول عليها صورة مفهاش اي معايير ولا اي مقاومات لا فنية ولا اخلاقية انما كمية اللايكات او الفانس اللي موجودين على الصورة ده بيوقع بيوقع ايه بيوقع صاحب الصورة لانه صدق نفسه وبيعمل زي ما بيقوله ترند في الوسط وبتبقى مرجعية فهنا هنا يحصل الخلل بقى